كابتن محمد هاني للأسف جاله جزعة في الرباط الصليبي الخلفي للرجبة وده هيؤدي إلى غيابه تقريباً 3 شهور كده كابتن محمد هاني مش هيكون متواجد مع النادي الأهلي في كأس النخبة مش هيكون متواجد مع النادي الأهلي في مباراة العين في الانتر كونتيننتل مش هيكون متواجد مع النادي الأهلي في بداية مطشاط الدوري العام وقد يغيب أيضا عن أولى مباريات الفريق في بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري ألف سلامة للكتن محمد هاني طبعا بكراية النادي الأهلي وبكراية منتخب مصر الأساسي طيب يعني لو عايز أتكلم على القصة دي عايز أقول لكم طبعا أن بعد يعني عدم تواجد محمد هاني يا ترى مين هيكون اختيار حسام حسن هل هيكون عمر جابر ما هو عمر جابر هو أكتر واحد ممكن يكون بديل لغياب محمد هاني البكراية الأساسي وخصوصا أنه هو لعب ماتش السوبر وأن الفرقة كلها ما بتلعبش كرة دلوقتي فالطبيعي أن اللعيب الجاهز هو اللي يكون متواجد لكن هل الكر والحب هل مثلا ما يكتب على السوشيال ميديا بيأثر على علاقة حسام حسن باللعيبة هل عمر جابر كتب قبل كده حاجة هل عمر جابر علاقته بحسام حسن طيبة ولا غير طيبة ده اللي هنشوفه لأن بالمنطق والعقل كده محمد هاني تعور يبقى عمر جابر اللي موجود شوفنا قبل كده عمر كمال علاقته مش جيدة مع كابتن حسام حسن ما بيجيش جي مرة ومجيش تاني كمان الكلام القوي أن إمام عشور مش هيكون متواجد في المعسكر اللي جاي لأنه في المعسكر اللي فات مش عايز أقول الدعا الإصابة يعني ما كملش يعني قابليها برضو نفس القصة بالنسبة لحسن الشحات بعد كده كابتن حسام حسن ما جابوش فيه كلام أنه مش هيجي أحمد الحجازي مش هيجي وفيه كلام أن محمد النيني قد لا يكون متواجد في المعسكر اللي جاي وقد يكون سام مورسي اللي بيلع في الدورة الإنجليزية قد يكون متواجد والعيب بيلع في الدورة الإنجليزية يعني في مستوى أعلى لفل يعني معرفش ليه مش متواجد مع منتخب مصر وأيضا إمام عشور قد يكون متواجد يعني حجازي وإمام عشور وإنيني آه يعني محمد شحاتة هو ممكن يكون بديل أحمد عيد ممكن يكون بديل يعني دول اللي ممكن مدلاء لكن صراحة عمر جابر هو المفروض يعني محمد شحاتة يكون بديل في الباكرايد وهو احتياطي بالزمالك وعمر جابر اللي هو أساسي بالزمالك مايروحش باكرايد في المنتخب ده حاجات ممكن نسمحها الفترة الأخيرة طيب